السلام عليكم انا ضحى مصطفى ودي قناتي فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن القلش او غيار الريش في الطيور الفترة دي من حياة الطائر بتبقى مهمة قوي لان بيبقى مجهد زيادة عن اللزوم ولازم ناخد فيها احتياطات سوى في الاكلة او في النظافة وفيديو النهاردة هيتكلم عن الحاجات دي كلها نبتدي من الاول كده ونتكلم عن امتى بيبتدي غير الريش يعني الفصول السنة اللي بيغير فيها الريش هو في الغالب بيغير الريش من شهر ستة او تماني وكلنا ملاحظين ان احنا دلوقتي في شهر ستة وابتدت الطيور بتاعتنا هتدخل في مرحلة غيار الريش كلما طال فترة ان الطائر في فترة القلش او غيار الريش كلما بقت صعبة عليه فعشان كده لازم اخلي الطائر يعدي الفترة دي بسرعة وفي نفس الوقت ايه يعني يقدر ان انا يعني يعني بأمر الله كده يعدي منها في اسرع وقت وتكون صحته كويسة نيجي بقى ازاي اعرف ان الطائر عندي في مرحلة غيار الريش او في القلش بنلاحظ على الطائر بتاعنا انه عنده خمول يعني حركته ما بقتش زي الاول اا اكله ما بقاش زي الاول اا اا ريشه ما بقاش شكله خ حلو كثير زي مكان الدكر ما بيغردش زي الاول ريش بقى كده شكله مقصف مش مش حلو كده اتعامل بقى مع الطائر في المرحلة دي ازاي في حاجات كثيرة لازم اخد بالي منها وانا بتعامل مع الطائر في المرحلة دي اول حاجة منها لازم اخد بالي اللي هي نظافة يعني النظافة بتبقى شيء اساسي اللي هي نظافة القفص نفسه لازم ان انا يبقى القفص عند الطائر ده نضيف باستمرار علشان خاطر الفترة دي مع السخونية مع سخونية الطائر ممكن يتكون فاش والطائر بتاعنا يعني مش مستحمل كمان انه يبقى فيه فاش يبقى فيه قلش او طرح للريش وكمان فاش يبقى صعب جدا فكده يبقى لازم اهتم بنظافة القفص نفسه كمان لازم احط الطائر بتاعي في مكان متهوي كده والتهوية فيه معتدلة ولا شمس اوي ولا هوا اوي بحيث ان هو ما يتعرضش للشمس الجمدة ولا الطائرات الهوا الجمدة كمان اعمل ايه اه يعني اخرج الطائر بتاعي ده من اذا كان في قوضة متربي في قوضة او السبب بتاعه او القفص بتاعه في قوضة اطلعه شوية كده في الشمس وفي الهوا وانا بفضل دايما يا جماعة تربية تكون في مكان فيه هوا طبيعي وشمس طبيعية واضاءة طبيعية وهقول لكم الاضاءة الطبيعية دي بالذات ليه اه نيجي بقى ايه الاكل بتاعه يعني هنعمل فيه ايه الاكل بتاعه لازم نهتم بالبرنامج الغذائي بتاعه وده لازم احط في الوجبات بتاعته حبة البركة اساسي واحط بزرد جتان في الوجبات الحبوب او في الاكل الطائر كمان مفروض ان انا اقدم له الخيار لان الخيار بيبقى مرتب لجسم الطائر فبالتالي كده بيساعد على يعني انزل درجة الحرارة والغليان اللي بيبقى الطائر فيها في فترة القرش كمان لازم اقدم له بروتونات وفيتامينات ودهون يعني اقدم البيد المسلوق مع الشفان مع البقسمات مرة كمان اقدم له يعني الغلة المستنبتة اهتم بالكلام ده كله معي كمان لازم اهتم بان انا احط حود للاستحمام يكون دايما في ارضية القفص ليه بقى حود الاستحمام ده ليه عامل كبير قوي مع الطائر اولا هيرطب جسم الطائر تاني حاجة هيساعده على ان هو يعني الريش اللي هو الزيادة ده عنده ينزل من غير عناء من الطائر نفسه تمام تاني حاجة تالت حاجة هينطب جسم الطائر اذا كان فيه لقدر الله جاله فاش فيبقى انا كده استخدمت حود الاستحمام معاه استخدام ثلاث استخدامات مش استخدامه حود الاستحمام لازم احطوله كل يوم في المرحلة دي وعلى فكرة جو حر فمش هيدور للطائر بس ما جيش احط حود الاستحمام ده بالليل يعني او من العصر كده لا حود الاستحمام احطوله من الساعة تسعة كده يفضل معاه مثلا لغاية الساعة تلاتة لان بعد كده الطائر بقى الشمس هتروح فمش هيلحق ينشف هندخل بقى على دور بردة يبقى قلش وبرد لا صعب قوي كده معايا بعد كده بقى يعني نهتم بقى بالطائر ان احنا نديله يعني احنا كده يتمينا بالاكل وحطينا حبة البركة في الاكل والسمسم في الاكل والكتان برضه في الاكل والخيار ندي بقى شوية فيتامينات كمان يعني في المزقق تساعده شوية وكمان يعني اتحاول تزق معايا الفطرة دي نديله ايه نديله نوعين من الفيتامينات وممكن تلاتة كمان النوع الاولاني نازم اديله يعني احماض امنية والنوع التاني املاح معدنية وثالث حاجة اديله اي فيتامينات متعددة وليكن الفروتال مثلا الفروتال ده بشري للاطفال هنعمل ايه في الفيتامينات دي يا جماعة هندي الطائر يعني كل يومين نوع ونفس ما بين كل نوع ونوع بيوم واحد مية عادية يبقى هدي النهاردة احماض امنية هديله خمس نقط في المزقق قدي اليوم الاولان على مية معدنية او مية مقطرة او مية فلتر خلي دي قاعدة بعد كده هنديله نفس البيوم مية عادية وبعدين ندي النوع التاني من الدو من الفيتامينات بعد كده ندي الفروتال او الديكال بيه لو حبيه والاتنين دول ممتازين ويمكن اكتر الفروتال لان فيه احماض واملاح من الفواكه بتفيد جدا جسم الطائر في المرحلة دي نهتم برضو باكله يعني انوع له بقى في الاكل يعني ممكن احط جزر برضو في الخلطة بتاعته مش هحط محفزات خالص وخلي بالكو يا جماعة بلاش المحفزات في فترة القلش ليه للنوع اصلا احنا يعني اي ان كان يعني حصل تزاوج وباضت هي ما عندهاش يعني يعني ايه فترة كده هي مزاجها مش متزبط وادكر برضو مزاجه مش متزبط فهتبيت مش هترقد عالبيت فليه اهلك الطائر في الوقت دوت على الفاضي فنعمل ايه نشيل العشوش في الوقت دوت ونستغل الفترة دي في ان احنا نطهر العشوش وتتغسل حلو وتتركن ونقفل بقى العشوش ببان القفص دي كويس قوي ونهتم بقى بالقفص وكل اللي احنا كنا بنتكلم فيه الفترة دي مهمة وحساسة قوي في حياة الطائر ولازم يا جماعة لازم نحترمها لازم نحترم طبيعة الطائر الطائر دايما نقول لكم مش مكنة كده هفضل افرخ منه وبس هو يعني اتعبان مش قادر ان هو يفرخ ويأكل ويقوم بكل الحاجات دي فنخفف من عليه شوي المزائي برضو زي ما قلتلكو كده نغير الميا بتاعتها لو هنحط ميا بس نغير الميا كل شوية بحيس ان الميا ما تبقى السخنة على الطائر اضرار الميا السخنة دي اللي في المزقة على الطائر فضيعة نخلي بقى لنا برضو من الطائر اذا كان يعني فيه لقدر الله بقى حصل له اسهال في الفترة دي احنا يعني نتابع الطائر كويس قوي والنظافة برضو بعيدها تاني اساسية جدا لازم ابص بالليل كده او على المغرب بالزاد بتكشف بتاع التليفون الدنيا عاملة ازاي معي ياريت النهار ده بقى الكلامنا في الموضوع ده يكون فاتكو وياريت تمشى على كل اللي انا قلتلكو عليه ده حقيقي بجده هتطلعوا بالطائر من المرحلة الصعبة دي معاه بخير ان شاء الله ويعني عايزاكو كده تشتركوا في القناة بتاعتي وتعملوا لايك للفيديو بتاعي عشان يوصل لأكبر قدر من الهواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته